لا يا شايم علش انا عباد في شقة سيدة النهاردة يا شايم انا خارج من عمليتين تقال وعايز انام براحتي وانت اليومين دول ديوف الكترت في معقول الانتخابات ده حاضر يا شايم حاضر حاضر اي اوامر تاني نعم نعم معسنا معسنا ايلا انت مين كله انتي ازاكنا نرن بللي جابك هنا بلي جابك هنا انت ايه برضو اسول الضيافة وأخلاق ولادي البلد انا قلت هتعمل لنا طقم شين ماتكلمتش دلوقتي وقولت انت였습니다 انت هي هنا ليه وما حكايتك معايا بالزبط اقسم بالله العظيم له هتفينك هنا مالوش لازمة يا دكتور مفيش داعة تزفر ايدك بدم البرطجية وهجة من الشوقة وعصابات الليل انا لاجه اسرقك ولا خوفك ولا حتى اتهجم عليك ليه يا شيخ؟ مالجي ليه؟ جاي تكمل التمسيق قذرة اللي عملتوها معايا انت والصيع بتوعك؟ الله يناور عليك حاجة زي كده ولا؟ تبتش تعمل؟ واضح انك انت لسه بتتغابعك اللي انت ومالتش معدر ورطة المنقلة اللي انت حطت نفسك فيها اسمع يا دكتور انت تشتم تعاور تديني بالجزمة مفيش مشاكل ان مسيح وهو الليلة ومهرجانات ابوس ايدك مش هيمفع انا بقى لي هنا في الشقة بتاعتك 48 ساعة انا ما شافتش النوم كاتب نفسي ماشي على 30 صعبان مجيش انت في لحظة غضب تضيع كل دا انت بقى لك هنا 48 ساعة وكان عندي استعداد استنى شهرين لحد ما سعدك تحن وتخطي لها تبا لا والله وايه بقى اللي متصبرك على العذاب دا ان شاء الله عذاب دا انا في الجنة ونعمها يا دكتور تكلم وخالص هات من اخر هقتلم هقتلم هتكلم يا دكتور بس مش قبل ما سعدك ترجع وتاخد نفسك وتقرى الورع دي لا يا شيخ حضرتك جايب لي رسالة من مجهول بيطلب مني ان انا اسدقك واسمع كلامك واامن لك هلو الجوة الامريكاني دا مين ان شاء الله تشبح الغامض اللي بعتك بالرسالة دي اللي هو عادي الزخران مين؟ اللي هو عادي الزخران زي ما اسمعتك دا بقى بالظبط يا سيمة حتى بس دا خطر جدا يا ريس ساعتك تظن منين ان الولد مارجعش تاني للمكتب اللي مجنده ومولف عليه لا بقى دي انا ضمنها زي ما انا قابض على دي بالظبط حتى لو الضمان موجود ازاي سليمان العريني هيصدقه ويقامنه والولد اللي معاه مجرد يعني بالامارة هيصدقها بالامارة اللي خدها كليانتي حضرتك اتصلت بعادل بيه خمس مرات وما ردش عليك وبعدتله رسالة بتقول فيها اسف على الازعاج بس انا محتاج ساعدتك في حاجة مهمة قوي وامارة تانية قضية شهد والسحر والشعوزة وسعد البواب مش ممكن اللي هو عادل زهران بعتك انت ليه انا ازاي وليه عشان الغباوة ليها حدود يا متحد اللي انا بعمله دوت حماية ليه وليك وللجهاز كله من الصنف الجاهل اللي زي حازم فودة وشركاء يا باش حازم ما بيشتجلش من نفسه سيادتك عارف ان هو بيتعامل بقى وامل مباشرة من حسن قدري وحسن قدري يعني امين عزام يعني محسن الصواف يعني عبدالله ان هو ايه شلة الحرامية كلها طرابيزة اتقلبت والظابط بقى بيشتغل لمصلحة الحرامي كل ده اوكيه لكن مش معنى كده ان الزابط يتغابه ويكشف نفسه للناس يا باش يا باش ما ساعتك اللي كشفته دلوقتي بتهريبك للكليانتي من المرابع وتسليمه للدكتور سليمان مش بقولك لسه صغير يا ميت حد حازم فودة كانت اتحرق من ساعة ما اتجنف مخه وطلب من محسن الصواف ان هو يفتح له السكة علشان يقتحم مؤسسة اخبارية حساسة زي مصر الحرة ويقبض على ملك يونس ويتحفظ على شغلها لحد اللحظة دي كل اللعبة الواطية اللي عملها مع سليمان كان ممكن تعدي ونتحفظ عليها في التلاجة لكن هو بقى لعبها بغشم وتبقى خلصت واه الخارجية اتدخلت فعلا وفيك تماع دلوقتي في مكتب حسن قادري والبتة هتخرج الليلة وصاحبك ههو غرق في الوحل ولبس في حطة نشفة اه يا كلاب يا جزم يا جزم ورحمة ام ما هسيبكنتو الاثنين ان لما يظهر الكلب ده يا سعدت البشا وربنا المعبود ما اصبنا المكان ثانية واحد لحد ما سعدتك جيت وفليت الشوق شقة شقة مش ممكن يكون خرج من يا مرة وحنا مكلبشين كل حتة فيها يا سعدتك هم ليه اختفى فين يا حيوان انت هو واحدة من السكين خبيته في شنطتها ولا زنها نفسه في مصورة مجاري سعدت البشا وربنا المعبود في حد مظبط النمر دي مع الولد دي قبل ما نخرج بيه من هنا مش ممكن استحالك اللي انت يتجن نوعي من كده من نفسه هي اول مرة يشتغل معايا ده بيه الكهرب من الحروف اسمي لو سمعها هو ناعم سعدت البشا الجماعة بتقول الوزارة وصلوا واعدتهم في مكتب سعد يا اهلا يا سيد جبريل الحمدلله على سبيل ساعدتك الله يسلمك يا حزمبي علاق الساوي اه طبعا الخارجية بالزبط يا فاني تفضلوا ربضان شوف الاسادزة هشربوا ايه لا اسمح لي لاول اتطمن على ملك وبعد كده عزمنا زي ما انت عايزة حزمبيه طبعا هتشوفها يا استاذ وتتطمن عليها كمان وان شاء الله بإذن الله المشكلة هتتحلل اليلة دي بس مش قبل معرف الحوار اللي تم في الوزارة انتهى عليه بسيطا هقولك هتقولي بس يا استاذ دي مش حكاية ودرداشة لا دي اوامر عليا وبعدين التليفون اللي انا منتظر دلوقت هو اللي هيحدد اللي هيتعمل بالزبط اللي حزم بيه يعني ايه هرب هو انتو في حد بيه يا رب ما انكو يا باشا يا باشا ممكن سعدتك ده شوية وانا افهمك اللي حصل بالزبط افهم ايه وهبب ايه انا كده اتحرقت رسمي يا سيادة الرائط الودي قعد معايا وعرفني وعرف دوري وصحابني في ايه يا محسن استني بس يا سوسن والموضوع ده حصل امتى حزم بيه يومين مش ممكن الولا ضايع منك بقاله يومين وانت سايبني نايم في العسل السود الله هو اكبر المفروض انت دلوقتي كمان تفرج عن ملك عشان الفران كلها تخرج بالقفز وتسرح في الشوارع ايه في الحزم بيه ايه في دلوقتي ارجوك خلينا اشوف حل المصيبة الجملي اللي احنا ويعنا فيها دي مصيبة ايه فهمني انغي الخروجة دي يا سوسن لا بقى انا بقالي اسبوع بعشم روحي واردتب فيها شششش اتعم رد بقى انت لسه بتعكس في الشغالة ولا ايه هو مين دل بيعكس في الشغالة امين باشا انا اأسف على ازعاج يا رايس بس الحقيقة حصل حاجة غبية جدا والظاهر كده ان احنا لازم نتكلم مع شايناز نتكلم في ايه هو أنا قد يلدلع على الجنال بتاعك دا يا ماما أنا مش بتدلع أنا كل اللي طلبان منك ساعة واحدة بس تفتحيلي قلبك فيها وتسمعيني كتير علي كتير على كلام متوقع ومحفوظ من قبل ما يتقال رد فعلك على العريس ظهر من أول قعدة يا شهت ومع ذلك حضرتك مصرة تفردي علي تاني يا شهت بتكرري الكلمة الغبية دي تاني قلتلك إن أنا عمري ما هفرد عليك يا راجل تعيشي معا غصبا عنك افهميني يا حبيبتي هو أنا عندي زبت بنات عشان أرمي كل واحدة فيهم لأي عريس يخبط على الباب ده أنا ماليش غيرك يا شهت ماليش غيرك نفسي تعيش حياتك وتحسي بالسعادة الحقيقية اللي أنا محستهاش وصدقيني صدقيني دا مش هيحصل لو سبتك تعتمدي على نفسك في خطوة زي دي أو تعتمدي على دماغ بابا لأن انتو الاتنين عزلتوا نفسكم عن الدنيا عايشين في عالم مش موجود مش موجود يا شهت وبعدين هو أنا طلبت منك تتجوزيه بكرة الصبح ما انت عارفة اني مفيش جواز غير لما تخلصي الكوليج بتاعتك طب وانا إلي خليني أربط نفسي ببني قدم مفيش بيني وبينه أي أحساس هو أنت اديتي لنفسك فرصة تحسي ولا تفكري مساء الخير يا محسن بي أجل ساعدتك دلوتي خير إيه اللي حصل؟